لم تترك جائحة كورونا قطاعاً أو مجالاً إلا وأثرت عليها غير أن هناك قطاعات أديرت أكثر من غيرها حتى إن هذا الوباء القاتل تسبب في أضخم اضطراب تعليمي في التاريخ هذا الوصف ليس مبالغة أو تضخيماً لتداعيات الجائحة على التعليم بل هو الواقع الذي عبرت عنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو وبحسب المنظمة الأممية فإن موجة الإغلاقات العالمية التي اكتاحت المدارس والجامعات أثرت على أغلبية الطلاب وأدت إلى تفاقم خطير في أوجه عدم المساواة في التعليم وإحداث تحولات جذرية طالت نظماً تعليمية برمتها حول العالم ما يؤكد هذا الواقع ما نشر قبل فترة عبر تقارير تحدثت بشكل أكثر تحديداً عن حجم الكارثة هذه التقارير تقول إن هذا الانقطاع في نظم التعليم تضرر منه ملايين الطلاب في أكثر من 190 بلداً وفي جميع القرات بل إن عمليات إغلاق المدارس وغيرها من أماكن التعليم أثرت على 94% من الطلاب في العالم وهي نسبة ترتفع لتصل إلى 99% في البلدان المنخافطة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أرقام ضخمة إذن وتداعيات قبرى سيكون لها بالغ الأثر على جيل بكامله إذ لم يتم تدارك الأمر واقع يفرض على المجتمع ضرورة إبقاء المدارس مفتوحة وإعادة فتحها في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الامتثال الكامل للقواعد الصحية اشتركوا في القناة